تقول قبل أسبوع عملت عملية في عيني وهي يعني العملية صعبة جدا يقول تقول بأن الطبيب منعها من أن تتوضى أو تتيمم تقول ما العمل شهد بارك الله فيك و كتب الله أجرك و جعل الله ما أصابك كفارة و رفع الدرجة أخت الفاضلة إذا كان فعلا الطبيب أو أكثر من الطبيب قالوا لك ممنوع أن تقتري بالماء إلى وجهك أو ممنوع مثلا استعمال التيمم فإنك تفعلين التالي أولا تتوضئين في غير المنطقة التي فيها العملية يعني الآن تغسلين لديك ما تستطيعين غسل وجهك طيب ممكن تغسلين جزء من وجهك إذا كانت العملية مثلا في عينك اليمنى مثلا تغسلين الشقة تستطيعين تقول لي نعم اغسليها أو اتركي هذا الجزء تقول لي لا قال لي ممنوع منطقة الوجه تقربينها لا ماء ولا تيمم تتركين و تغسلين بقية أعضائك لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور والله جل وعلا قل فتق الله ما استطعتم فلي تستطيعين تأتين به اللي ما تستطيعين ما تأتين به طيب بعد ذلك بعد ما تنتهي من الوضو تتيممين عن هذا الشيء و التيمم يا أختي الفاضلة ليس بالضرورة أن يكون في تراب له غبار يعني لو تيممت على أي شيء على وجه الأرض مثلا حتى لو كان مثلا بلاط حتى لو أرض سبخة مثلا بل بعض الفقهاء و إن كان مذهب معروف يقول حتى لو كان على العشب العشب تقول هكذا و تمسحين وجهك و يديك أعتقد هذا سهل يا شذا ما أعتقد أنه يسبب ضرر ولا شيء بل بعضهم قال حتى على اللبان أو على الفراش أو على الجدار ولو لم يكن فيه شيء مثلا غبار ولا شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما فصحه لما سلم عليه رجل و كان يقضي حاجته ما رد عليه فلما قضى حاجته و انتهى ضرب يده على الجدار و تيمم ثم ذهب و رد عليه و اعتذر قال ما منعني إلا أني كنت في حاجة و معلوم بأن الجدار ما علي غبار الجدار ما علي غبار يعني مثلا لو ضرب الإنسان على الجدار و النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط في الصعيد أو في التراب أن يكون له غبار لما سافروا إلى تبوك تيمموا في هذه الرحلة و معروف أن الأرض فيها السبخة و فيها الطينية و فيها الرمل و فيها يعني التراب اللي فيه غبار فما قال السلام تيمموا على هذه ولا تتيموا على هذه فأنا أقترح عليك أخت الفاضلة تغسلين أعضاء الوضوء اللي تستطعين لها تستطعين عليها و تتيممين بعد ذلك بهذه الطريقة على الجدار ولا على البلاط ولا على أي شيء آخر ترجمة نانسي قنقر